عنوان آخر من ياني شافق يقول نازحو تل رفعت يناشدون تركيا تحرير أراضيهم وفي التفاصيل تقول الصحيفة تظاهر سكان مدينة تل رفعت السورية الذين هجروا قسرا من أراضيهم على يد تنظيم YBG بككا في مدينة أعزاز ضد النظام السورية وناشدوا تركيا لتحرير مدينته من الإرهاب وطالب المتظاهرون القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري بتطهير المدينة تل رفعت من تنظيم YBG بككا الإرهابي كما طالب المتظاهرون بخروج إيران والجماعات المدعومة من قبلها ومن النظام السوري ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات تحرير الشمال السوري من إرهاب بككا بداية للقضاء على أسد وقسد وحان وقت عودة النازحين إلى ديارهم وسوريا حرة يجب أن تخرج إيران وYBG ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة